تتوالى العيد التي تنفض عن عبد المهدي وتصرح علنا برفضها قرار حكومته الأخير دمج الميليشيات بالجيش وفي ذاك بعد آخر يظهر أن الميليشيات لا ترضى دخولها في مسلك الدولة فحسب بل تصر على بناء دولة داخل الدولة نسخة مطورة من الحرس الثوري ميليشي النجباء تقول من مكتبها في طهران أن بعض فصائل من سمتها المقاومة لم تكن منضمة أصلا إلى هيئة ميليشي الحشد لأسباب سياسية وأمنية أبرزها تجنب كشف أسماء الكثير من قيادات تلك الفصائل مشيرة إلى أن قرار عبد المهدي لم يتطرق صراحة إلى دمج الحشد مع القوات الحكومية وإنما اختصر على هيكلية الحشد لتكون مشابهة لهيكلية الجيش محاولة عبد المهدي الثالثة لدمج الميليشيات تبدو عكسية بنظر الكثيرين وتكمل خطوتين سابقتين أشرف على الأولى الحاكم المدني للاحتلال بول بريمر عندما أنشأ نواة القوات الحكومية من الميليشيات القادمة من إيران وعلى رأسها ميليشيا بدر ثم ثناها سفير واشنطن الأسبق في بغداد جون نيغروبونتي بدمج الميليشيات التي شكلت بعد الاحتلال بالقوات الأمنية عكسية تنفيذ قرار الدمج تتلخص في بديهية إلحاق الأصغر بالأكبر وعلى الأرض تملك ميليشيا الحشد من العناصر والمقرات والسطوة على المدن ما لا يملكه الجيش وتملك من السلطة ما لا يقدر أحد في العراق على منازعتها وذلك يحيل إلى واقعية حديث بعض المراقبين بأن القرار يعني دمج الجيش بالميليشيات وليس العكس رفض الميليشيات للقرار لم يكن بالتصريحات فحسب فالكثير من المقار والمكاتب السرية لا تعلم الحكومة عنها شيئا بحسب ما نقلت وكالة أستوشياتي بريس عن قياديين في الحشد وكالة بلومبيرغ الدولية أكدت أنه من غير المستبعد أن يكون قرار الحكومة بعادة هيكلية ميليشيا الحشد شكليا فقط لافتة إلى أن الغموضة يحيط بدور ميليشيات الحشد في العراق كما أن عبد المهدي ليس بموقع قوة يمكنه من تنفيذ القرار فلا راية تعلو فوق راية الميليشيات في العراق أنموذج الديمقراطية الأمريكية في الشرق الأوسط